أخذ الأرقام ونشوف كده أرقام كل فرقة حققتها في مشوارها في دوري الأبطال يعني الأرقام مباشرة أنا بشوف أن الأرقام في صالح النادي الأهلي في 90% من الحالات ده مشوار الفرقتين في دوري الأبطال لغاية لما وصلوا لمرحلة نص نهائي دوري الأبطال من بداية دور المجموعات حتى نص النهائي كل فرقة لعبت 8 ماتشاط الأهلي كسب 4 والتراجي كسب 4 إذا متعدلين كده المكسب على الملعب يعني على الأرض التراجي كسب 3 ويهي النادي الأهلي كسب 3 التعادل النادي الأهلي كتعادل 3 التراجي تعادل 2 نيجي بقى فين؟ في الخسارة الأهلي خسر ماتش واحد بس التراجي خسر ماتشين نيجي ليه إحراز الأهداف مين الأقوى على المستوى الهجومي؟ النادي الأهلي جاب 14 هدف في 8 ماتشاط التراجي جايب 11 هدف في 8 ماتشاط تمام كلين شيت كلين شيت ده مهم أول نقطة اللي حدك بتتكلم فيها دي استيبال الأهداف أن النادي الأهلي استقبل ستة بس التراجي استقبل تمانية نجي للكلينشيت كم؟ اتنين من تمانية التراجي ماتشين بس ماتشين بس من تمن ماتشات ده دليل إيه؟ دليل أن هم عندهم مشاكل دفعية زي ما تكلمنا عليها نقدر إن شاء الله أننا نستغلها بس هم على المستوى الهجومي عندهم أوراق تكلمنا عليها لازم يتم إقافها نبص بقى بعد كده على باقي الأرقام صناعة الفرص بص الأرقام بقى البتسو موسماني دي الأرقام اللي يبتدي الأهلي يفرق فيها صناعة الفرص ده شغله مدرب عشان تحكم على مدرب أو أنت صنعت كم فرصة بص البتسو موسماني صنع كم؟ 25 فرصة التراجي عامل 14 فرصة 25 فرصة هتكلم ثلاث فرص محقق كل مباراة أكتر من ثلاثة كمان ثلاثة وواحد مثلا ثلاثة وواحد من على أكتر من ثلاث فرص في الماتش ده رقم كواس جدا أنت التراجي بيعمله 14 فرصة لما تعمل ثلاثة فرص في تمانية تسجل منهم 14 هدف في 8 مباراة يعني تقريبا هدفين إلا شوية ده معدل كويس جدا الاستحواز هم أعلى بس هم ليه أعلى في الاستحواز عشان احنا قبلنا سندونز سندونز كان أخذ مننا الاستحواز ففرق معنا لكن هم طبعا قبلوا فرق أقل فاستحوازهم 55% احنا 52 نيجي ليه التمريرات الصحيحة طبعا ده عشان نسبة الاستحواز ده اللي بيباقي نسبة الاستحواز نيجي بعد كده ليه التمريرات الطولية ده رقم مهمة قوي قوي ونعمل عليه دايرة كده ان التراجي بيعمل 34 تمريرة طولية في الماتش الواحد ده يأكد ايه صحيحة ده يأكد ايه يأكد ان ده اسلوب لعب معين الشعباني ان هو بيلعب على اللعب المباشر في تحضير الهجمة التمريرات الطولية من قلبين الدفاع ومن محمد علي بن رمضان ومن كلبالي هو اللي بيجيب الالتحامات فده برضو يأكد ان ده اسلوب لعبهم ان هم بيعملوا احنا بنعمل 24 هم بيعملوا 34 تمريرة طولية لونج باس نيجي للعرضيات الصحيحة احنا بنعمل 6 و4 هم بيعملوا 4 و6 رغم ان قوتهم الزهيرين عند النجاز وإليات شتي على المستوى الهجومي لكن احنا في العرضيات اكتر خاصة ورغم كده معلول ما كانش موجود يعني معلول لو كان موجود كنت هتلاقي نسبة العرضيات دي اكتر بكتير معدل المحاولات على المارمى ده برضو حاجة بتباين المدرب ده هي المدرب بيتسو موسيماني بيوصل النادي الاهلي في الماتش 10 و8 يعني 11 محاولة في الماتش الترجي بيعمل 7 محاولات في الماتش المحاولات الصحيحة دي تعتبر نسبة وليلة شوية بالنسبة ان المحاولات الصحيحة 64 و6 يعني من 10 برضو نسبة تعتبر 50% نسبة مش كبيرة الترجي 3 و3 برضو نسبة مش عالية نيجي للكروت الصفراء النادي الاهلي اخد 14 كاتة أصفر من بداية دور المجموعات النادي الترجي واخد 16 كارت أصفر وده دليل على اللعب الخشن واللعب العنيف بتاع الترجي خاصة واجهة رادس تتوقع انه طريقة موسيماني اللي جاء لها واللي فكر فيها مع فريق زي الترجي تكون اعرب لإيه يعني انت لو بصيت على مطشط الاهلي في دولي الأبطال تحديدا هتلاقي سيناريوهات كتير يعني في طريقة لعب سابتة في تشكيل 3 و1 الاسكواد الأساسي بالزبط كده ممكن تتغيرت بأربعة تلاتة تلاتة في مطشط معينة في مطش فيتا مثلا لعب أربعة أربعة أتنين مطش ساندونز هناك لعب أربعة واحد أربعة واحد لما حطت رامي ربيع قدام الاتنين المساكين فدي على حسب المرونة فانا شايف من قرية الفرقة الترجي انسى بطريقة ان انا روح اهاجم فيتا كلوب لا لا مش زي فيتا كلوب بس فيتا كلوب أربعة أربعة أتنين انا هلعب أربعة أتنين تلاتة واحد انا شايف دور محمد مجدي أفشا ان شاء الله ان شاء الله يلحق المباراة هي دوره مهم يعني دوره مهم خاصة في الضغط على فوسيني كلوبالي في الضغط عليه ألعب أربعة أتنين تلاتة واحد طريقة المعتادة خالص ولعب ضغط علي عليهم من البداية اعتقد ان الضغط هيولد الأخطاء عندهم عند فوسيني كلوبالي وعند الاثنين المساكين